قصتنا النهاردة عن منا اللي اتجوزت وهي عندها 17 سنة من ابن الجيران اتجوزت في بيت عيلة ومن هنا بدأت المشاكل ما تخليش أهلك يجبوا لك هدايا ولو جابوا حاجة تاني هنرميها في الشارع ما تحطيش ميكوب وانتي نازلة تعودي معانا عشان حماكي متوضي ده غير حماتها اللي بتحاول توقع بينها وبينجوزها ومنها بقت متهمة طور الوقت انها من ساعة ما دخلت البيت جابت النكد معاها وبعد خلافات كتير جدا فأول سنة جواز منا سبت لهم البيت جوزها قال لبابها خليها عندك وهجب لك كمان أختها تانية تعوى جنبك حاول يوقع بين أختها وجوزها ودلوقتي هو وأهله بيقولوا لأهل البلد هنطلقها ومش هتاخد حاجتها وملهاش أي حق عندنا هي دلوقتي اللي هي مطلقة ولا هي متجوزة ومش عارفها هتعمل إيه عشان كده منورنا ومشرفانا النهاردة وفاق شلبي المعالجة النفسية عشان نشوف هنعمل إيه منه زيك دكتور وفاق؟ الحمد لله أبارك يا عامل إيه الحمد لله يرايك في القصة بقى اللي قرتيها دي بصي قصة متكررة يعني مش منا لوحدها يعني ملايين من المنات عايشين في بيت العيلة بالوضع ده إذا هي ما قدرتش تجري الوضع اللي هي فيه وتمشي بنفس القواعد بتاعة بيت العيلة بتكون النتيجة طبعا مشاكل كتيرة جدا بتوصل للطلق طب ليه دايما بيت العيلة بيعمل مشاكل يعني حرام أنا بشوف أنه حاجة أنه قاعة عشان ما فيش خصوصية والكلام ده يعني بس الأهل بيبوا عايزين يعملوا حاجة حلوة يلموا عيالهم موسطيهم هل ده جزائهم؟ ما هو يلموا عيالهم دي وراها نواية خبيثة طبعا يعني يلموا عيالهم ولا يسيطروا عليهم ولا بيبوا خايفين يبعدوا عنهم يعني أنا بشوف حاجة خايفين يبعدوا عنهم طب لو هو أهل الزوجة يعني بيت عيلة في أهل الزوجة هو هو نفس بيت عيلة في أهل الزوج هقولك حاجة البيوت اللي وردت علي بالوضع ده ما فيهاش مشاكل ليه بقى؟ لأن بيتالي الحمى والحمى بيبوا عايزين بنتهم تعيش عيشة هنية بالضبط فبيدادوا الرجل بيدادوا بـ 24 ساعة و 3 على كل تعالها مش شريب أمزع عليك وإن تفاية بنتها جنبها فهي خلاص ما عندهاش أزمة مع الحالة خالص طب ليه بقى بنعمل كده بقى مع مرات الإبن؟ سيطرة 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 طول الوقت إن إحنا عايزين نبقى عارفين كل حاجة مسيطرين على البيت ماشيين بنظام نحنا ماشيين بمزاج نحنا وإذا هي شزت عن القاعدة دي بيحصل زي مرات أخو إن بتبقى واغد حقها وهي اللي بتساستم البيت كله على طريقتها هي مخوفهم كلهما يعني لأنها بتعمل إن هي عايزهم محدش بيقول لها أنت راحة فين أو جاية منين أو تم طب تفتكري هم إيه هم يعني خايفين إن هي دي كمان تسيطر فبيلحقوا من بدري؟ لا هي الفكرة إن هي داتهم الفرصة إن هم ما يسيطروا مش هقول بدعفها بس بسكتها بنصيعها للأوامر بأنها طول الوقت موافقة هي شايفة برضو هي مسكينة صغيرة وشايفة إن هي كده بتطيع جوزها وإن هي بتحبه فعايزة ترضيه وعايزة يبقى مبسوط منها فبتحاول الدنيا إنها تمشي كويس لكن الموضوع ما بيمشيش كده هي 17 سنة يعني قانون ما ينفعش تتجوز أعتقد كده أه سهى بيتالي 18 بيتالي بدلاتي إحنا بإننا بنتكلم في 21 حتى لو في الأرياف بيتالي وفي 30 لو إحنا بنتكلم في قاهرة أو 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 فدلوعة تيري أنا جيت أقولك برضو هو حركة الدهب دي عيب ممكن ناس تفهمها غلط يفتتعمل كتير قوي أبويا جابي هداية وفي المشكلة أن أبويا يجيب لي هداية أه لا ما فيش مشكلة بس هما بيعتبروا أنه دا تعليه عليهم دي سيكولوجية بقى الناس اللي موجودة في الأرياف أو موجودة بعايزة تسيطر على أولادها بيشوفوا أنه أنت كده بقى بتعلي علينا ما يفعش أبويا يجيب لي بنته هداية لا يعني لازم ابني اللي يلبسها لها وده منطق غريب جدا باباها هو اللي جيبها لها ليه جوزها يلبسها لها أو فالناس تفتكر أنه هو يعني لو أي حد بيصدق في نفسه ومش هيفرق معاه أنه أبو مراته جاب لها هداية ولبسها لها بس هما شايفين إنه دا عيبة في حقهم هما اللي عملوا العرف دا وهم اللي بيمشوا بيه واختلاف الثقافات دا مش موجود كان باين إنه هما فلوس النقطة دي الحمى اللي تقول عمل بيها إيه لا ما فيش المفروض كل بيت بيبقى ماشي بنظامه لا يعني قصدي فيه في مكان مثلا أو في عرف أو في أصول إنه حماتي تقول يعمل إيه بالنقطة بتاعتي آه طبعا طبعا ليه تدخل والسيطرة ده بجد بتقول هنأكل بيها إيه هجيب بيها إيه هجيب بيها إيه إيه أتحط في مصروف البيت مصروف بيت مين مصروف البيت بتاعهم بتاع مين بتاع البيت اللي هي عايشة فيه بتاع الحمى والله لو هي بتشتغل زوجة عاملة تحط في مصروف لا 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 ده الفاكرة نية بتقول يعني معلش إن الإبن هنأخد منه هي كمان عايز تاخد من البيت ده بيحصل طول الوقت من مراقب ابنها فزي من قيلها نقطة هي عايزة نقطة ابنها اللي ياخدها معقولة آه هي شايفة كده هم بيبقوا شايفين كده هي الثقافات دي بتبقى شايفة إنه ده من حقه هو لازم اللي يتصرف والحاجات دي مش بنتكلم فيها قبل الجواز؟ ولا إحنا منتشجئ كلنا؟ لا الناس البسيطة اللي بتتجوز أو في الأرياف في الثقافات دي ما بيحددوش أي حاجة قبل الجواز ده بيبقى عرف متعرف عليه ما بينهم وهم بعد الجواز ده بيحصل لكن ما فيش حد يا بعد الجواز بنجرب واضح إنهم مختلفين فعلا عن بعض تماما آه لا هي البنت واضح إنها من نفس الثقافة بس هي تتفاجئة تتخضت اللي بيحصل مش عارفة ما حدش نصحها اللي اسمها ما تسمى بالسلفة اللي هي مرات الأخ عارفة سيستم نفسها بتنزل بميكا بتاعت بتتصرف بروحيتها ما حدش بيقولها حيك شمعنا دي عيني واضح إن هي على فكرة بتنقضها لإنه يعني هي عايزة هي تتكلم بتقولها أنت كل حاجة تسمعي الكلام إن هي متضايقة من إن هي منصاعة قوي لأوامر الحمى يعني هو ممكن تكون ببنت دي يعني من اللي أنا عاريته من القصة ببنت دي ممكن تكون أغنى منهم شوية أو مستوى الاجتماعية أحسن شوية أو هي حلوة أكتر من السلفة التانية فعشان كده حطوها في المغو ممكن فإحنا ملقناش في الوار دعيب قلنا له بقى زي ما بيقوله كده أحمر خدينه أنت مصحور لك أنت بقى فيه ستات فعلا بتبقى أدام نكد يعني أدمك نكد أدمك شو لا ما فيش حاجة سنوها كده بصوش فيه ناس عاد بتخش بيتك تقولي ده أدم وفقر بيبقى فيه سبب دخل فقرنا بيبقى فيه سبب أصلا هقولك حاجة لو خدتي الموضوع ده كمثال طيب ماهو فيه أسباب تخلي الدنيا نكد مش فيه تدخل من الحمى والراجل والست أبو طول الوقت ماهو ده كفيل جدا يا خالي الدنيا نكد بس فيه ناس عندهم كالا دعور ليبقى بتدور على أسباب غيبية زي اللي فيه سحر وفيه عمل ده تفكير خرافي أنت عارفة التفكير ده في العلم نفسه اسمه تفكير خرافي مصنف لا ماهو ده في العلم نفسه لأنه علم عمرو ما هيعترف أنه فيه حد هيقولك أكيد قوه العقلية مش سليمة لما يتدخل فيه أسباب بس فيه مناطق برضو بتصدق فكلام ده جامد جدا يا screws مش شرط في الآرية بس في حتات كتير قوي ما بيعملون يعني دايما ليقولك حتى مع احترامي ليهم الغرب دايما يصدر لنا إنه العلم وإيه اللي وإيه اللي الأفلام اللي هو بيعملوا أفلام الرعب دي اللي بيعملوا مش عارفة إيه اللي كان مهجور ومسكون وقالهم إيه وعملوا فأنا يعني من كتر ما إحنا إنه شايفين الغرب ممكن يكون بيصدق في ده ممكن يكون هنا فعلا جزء من ثقافتنا الحاجات دي فلما يقولوا لها كده هم ممكن يكونوا فعلا هم معتقدين كده من يوم في المياه أنا معديش مشكلة يصدقوا إنه فيه سحر ويشوفوا يفك فأرتنا كلين فأرتنا كلين بس مش فيه أسباب يعني فيه تدخل من الأب والأم طول الوقت أنت جبتي سجاجين ليه ممتج جابتلك لأنتم ولكه يعني إيه يضرب جزء عشان نيسمع كلامه يعني إيه أب يضرب ابنه يعني أنا بيتهيلي إنه ضربها هي ولا ضرب الزور أب ضرب ابنه لما هو كان بيدافع عنه فدي أنا دي أنا دي أول حاجة استوقفتني في القصة روحت وقفة كده ولنا هنا وقفة أنت حتى لو ضربته ابنك وينا يخده في الشرع يضربه في القوضة هي شافت جزء بيتضرب عادي وهو إيه ده بصي ما هو دي السيطرة على فكرة كلمة السر موجودة في الحمى الأب مش الأم يعني هنا الحمى الأب هو المسيطر هو اللي بيعنده سمات نرجسية بيخليه بطول الوقت بس هو النرجسي عياتي قلومت وصغرتونا بصي مش عايزة أقول نرجسي بس هو سمات نرجسية بس سمات نرجسية عيات يبتز اللي قدامه عاطفيا عاطفيا طبعا آه نو ضحية آه طبعا واو هو فيه راجل كبير زي ده عجوزي عيات ويخبط في الحيطة ولأ ويخبط في الحيطة ده شو ده شو يعني عارف لو تحسي لا إجزاجريشن اللي هو تهويل مرعب شو بيعمل شو ما هو ده دي شخصيات النرجسية اللي بتبقى ذاته نمط نرجسي مش عايزة أقول نرجسي بس السلوكيات نرجسية أبتز اللي قدامي عاطفيا عشان يتخد فلو إزاي أبوكي يجابلك عشان أنت بجد تفتكر أنك عاملة مصيبة وأن أهلك كده غلطانية فتروحي بقى تهزاي أهلك وتم معيهم يعملوا ده تاني دي خطة دي دمان الست بقى الحمل ست إيه لأ هي قللت الحيلة بالنسبة للراجل على فترة لكن مش بتحب ابنها حب مراضي كل الأمهات بيحبوا لده لا ما تعممينيش يا ده أغلب معقول في مصر يعني لو عندها منه اتنين وثلاثة ما بتحبوش قوي لكن لو هو حمدة واحد بحب حمدة لكن لو في ثلاثة حمدة حمدة كبير حمدة منهم حمدة الأولاني طبعا ميبقى الأولاني قاعد ومعاشش كده عرفوا لو كده لكن الحمدات التانين بيترمو فده بتبقى حاجة حيلة بس فعلا أغلبية من أمهات بتبقى كده فعلا أه طبعا بس هي ما بنشي حبها المراضي اللي ابنها قوي لكن الأب هو اللي واضح سيماته المراضي يعني الأب هو قالت الحيلة كل ما تتزرق تقول لك معمول لنا سحر أصلا أنت اللي معمول لك سحر وإحنا مأزين بسببك كل ما تتزرق تقول كلام زيه ده بس مين اللي بيأزي إذاء صريح الأب الأب هو اللي عايز يتدخل عايز البيت يمشي على مزاجه وعايزها ما تحط شنيكة بس برضو هي كان بتوقع يعني لما تروح تقول لها سلفتك مش عارف إيه وإنتي إيه لأ برضو كان بتوقع يعني برضو الحمى كانت بتوقع ما بينها وما بينها آه بس أنا يعني دي حاجات تعتبر بسيطة بالنسبة للأب بيعمله يعني أب هو اللي مسيطر على البيت كله يعني لما هو يروح يقول لهم خلاص خليها عندكه آه هو اللي بياخد الكرارات هو اللي بيقول لابنه خلاص بقى سابها 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 تمشي يشبعه بيها ولأ وضرب ابنه كده هو هل ينفع يبقى فيه رجعة بعد الكل ده أعتقد صعب أنا مش عايزة أنا مش عايزة مش هيتزبط. يعني هي لو رجع التاني هترجع بنفس النظام والسيستم بتاعه. معينتي بتقول لها كده انتي بتقول لها اختبري قوة تحملك لانه هترجع يعني نفسها. والله هي لو قادر هتستحمل اوكي. ما كانت قادرك هتقعدت. وفي حد اوانا ممكن اوهم علي. يعني اوهم علي قدام حد حد رو مش جوزي وما بيفرقش معي. واربع مرات وما بتاكلش المدة. هو شمعنا اربع مرات وشمعنا اربع ايام ما كانت. وانتي حاسة القصة كلها صح؟ يعني ايه؟ يعني القصة كلها هي منا بتحكيها صح ولا فيه برضو شوية تهويل. اكيد فيه حاجات احنا ما نعرفهاش. بس احنا بنعلق على المعلومات اللي اصادها. لا ما انا برضو. بس برضو لازم احكم عقلي. لان انا هنا لازم اخد يعني الطرف ده والطرف ده ان الطرف تاني مش موجودش نرد عن نفسه. شايف ايه؟ لا انا دلوقتي وانا بتكلم معكي. طب والله 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 والله. والله دكتور. وانا وانا عمل اقرق قصة مشاكت دي ايه. لكن انا اربع مرات اربعة ايام. وفيها تبعد اربعة ايام غير اكل وشرب. ويعيش. اه لا. ده اكثر ما عملهاش. او حاجة. لكن مش. مش لدرجة ان منع الاكل وشرب. يعني انا مش ملاحظة. وهي ما حكيتش الاهلها من اول يوم ما كلتش فيه. مش معنى بعد. تحتي بليك ان كله شوية. لا. هي كله شوية تقول ايه. اخويا جيب الصدفة اخشاف كذا. اختي كلمتني بالصدفة اعمالنا كذا. على فكرة في بنات وستات كثيرة ما بتشتكيش لأهلها. طب ما سواني ما هيشغلة على التشات. بتخاف إنهم يبقوا لي. لا شغلة على التشات هي واختها. إن رجلت نمو مسك عليها الغلطة. لوين شات ما فيهم وكتي مسحتيها. بتقول الأختها بس ما تقولش لأهلها. يعني ممكن تفضفت لأختها. طب ما هي ما قالتش في الحالتين لأهلها خلي بالك يا قالت لأختها. إنهما بيأكلنيش فأختها قالت. لما موتها وبابا. قالت أخوها جي شايف مش عارفة إيه بتاعت الحفزات بتاعت السجاجيد. فراح. يعني هي ما تكلمتش في الحالتين مع أهلها. طب هي ما حكيتش ليه من الأول. خدي بالك إنه في بنات وستات ما بترداش تحكي. علشان أهلها ما يقلبوش على جوزها. طب هي بعت القصة. بس بتقول لأختها بدفع الفطفضة. يعني ده منطقي ممكن يحسن. واش معنى جوز أختها عدى الموضوع كله صحيح. جوز أختها عدى إيه هو ليه وجوز أختها هيدخل. لأ أنا هو بيقوله. ما هو التاني بقى عمال يتكلم. ما هيقوله بقى مراتك بتتكلم علينا ليه. وجابت المراتي جابت لي الكلام. وفي الأرياف لوما في مكان في الأرياف. يا ما يفعش ستة تصغر جوزها. وتخلي الناس تتكلم عليه. ما تخليك في بيتك وربي عيالك. بعد ما تقعد تتكلمي عن الناس. تخلي الناس تتكلم علينا. وتقول أن أنت مهتمية بحاجات تانية. تحترمي نفسك. وقعدي في بيوتك وحترمي نفسك. بل ما صارتك تجي في كل أحوار. ما هتمش هو في كل ده. يعني يفهم كل ده هو ما هموش. وكمل معامرته عادي. في حاجة غلط. أنت شايف إيه غلط. أنا شايف القصة منطقية. وبتتكرر كل يوم في بيوت مختلفة. بس مش بالبشعة دي. لا والله يقابشع. والله يقابشع. أنا عايز أقولك على حيجة. بيت العيلة ده أنا أقولك على حيجة. بيت العيلة مش في الأرياف بس كده. أو في الأقاليم كده. حتى في ظل البيوت الأرقى. أو الناس متعلمين تعليم عالي. أو ثقافاتهم عالية. بيمشي كده برضو. بس الفروق طفيفة. يعني بتلاقي ما بين كل بيت والتاني. في حاجات مختلفة. بس لازم فيه تدخلات. لازم فيه سيطرة. طبع. طول الوقت. يعني هي ما بتفرقش بيت ده في قرية. ولا في مدينة. ولا في الساحل. ولا في أقلاء. هو فيه فيه تدخل. فيه تدخل. يعني هو سمات الحموات بتباكله زي بعض؟ في الغالب يعني. نمط الحموة هو هو؟ نمط الحموة. نمط الحموة. يبقى قريب جدا. إنه فيه سيطرة. فيه تدخل. فيه حب امتلاك. مش بتباكلها. هو يعني ربي يا خيبة للغيبة يعني. للغيبة آه. يعني مش عجبها. يعني فيه واحدة هتيجي تاخده على الجريز يعني. آه يعني. آه يعني. واخدين منك برطمان عسل. واخدين حبة كريز. أو لا. أو ليه بيعملوا كده سعين؟ هي فعلا بتشوفوا ملكية خاصة. عشان كده إحنا دايما نقول إيه. ما تقوليش ابنك. ده بتاعي. ما تقوليش بتاعي. ما تشيئهوش. ما تعملوش على إيه شيء. لا بس الكارسة العينك عارفة لو الحموة طالعة منها كده. هنقول سيت. بس لما بيطلع من الراجل. بتبقى زي ما إحنا شايفين نهاردة ده في قصة حقيبة بايخة منك قوي. لما يبقى الراجل بيعمل حركات الستات. حركات الستات. ما تخلاش تفاهمت هتحط ميك اوب وإيه. يعني. وإيه الموقف ده؟ بصي حركات الستات دي هتخليهم يقولي الناس تقولنا إحنا. يعني. بنبص للستات بصة. لا. أصلا الستات بتركز. يعني. يعني. ستات اللي بتركز. لا. لأ أنا قصبي نستة دايما بتركز. الستة دايما ممكن لو أنت غيزك واحدة. عشان برضو نوضح. تانكي يا دكتور. لو غيزني واحدة أنا ممكن أدايقها من غير ما أفتح بوقي. يعني. ممكن تبقى رجالة قاعدة. ومش عارفين إن أنا وهي بين حرب قيمة. حرب بردة. بس أنا خليك تقومي. تكلمي نفسك. بالضبط. فهو الراجل لما يعمل حركات دي دي بتبقى كارسة. لما تبقى عامل كده. من سمات السيدات أكتر. طبع. ده سيكون جيدا. تقويتها في ضعفها. يعني مش. آه. الضبط كده. فإيه الراجل ليه بيعيط وببهدر الدنيا. ما أعتقدش إنها بتاول لما تقول بيعيط. يعني أعتقد إنها فعلا شافت تواضع غريب يعني. ليه أنت بتبهدر الدنيا الأفوارة دي يعني. بس الغريب إنه كان ماشي معها كويس جدا. لما تضرب ما بقى شي دافع عنها واتقلب عليه. معمل بلا ليه؟ قاعدوا يقول أنتوا بتعملوا معها كده ليه؟ وأصلا كان حكيرهم على حافظات السجاجين من الأول دي. بس أي علاقة في الدنيا بيتم اختبارها مش في شهر العسل بتاع العلاقة. يعني إيه شهر العسل بتاعنا؟ يعني في الدنيا وهي لطيفة لسه في الأول. بيتم اختبارها لما تبتدي الضغوط تدخل للحياة بقى. إيه بقى؟ يبقى فيه ضغوط مادية ضغوط اجتماعية زي اللي بيعملها الأب والأم بيمارسها الحمى دي. فبالتالي بتبتدي تشوفي الراجل على حقيقته إذا هو يعرف الستة على حقيقته. لكن طول ما إحنا لسه مخطوبين كان لطيف وطير بيها عادية. وأول الجواز كانت هي عايزة تسمعي كلمة. إيه نحن لازم نتجوز عشان نعرف إن الجواز مش تنجح؟ هي كانت فاكرة إن هي لما ما هو لازم بعد الجواز مفاجآت سرى. لازم يبقى فيهم مفاجئين. تجاه تفاجئين هنا؟ أه. وإنه كنت قريب أدري. طيب يعني إحنا عمرنا ما نعرف كده غير لما نتجوز؟ أيوة ما هو بطيخة فعلا. تفاجئين طبعاً. طبعاً يعني عملياتي عايزين ننصح ببانات زيت تتجنب اللي حصل. لا 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 مش هتعرفي. لازم يبقى في حاجات اللي أنك تعيش في بيت. أنت حقيقية قوي في فص حقيقية يا وفاق معقول. شغلاتي جدا. يعني أه اللي هو جرابي وأنتي وحظك بقى على نيتكم ترزقون طبع. لديش في بيت واحد مع حد لازم تتفاجئ بحاجات أنت ما كنتيش شفتيها قريباً. تفاجئت. حصلت. يا حقيقة حصلت. أنا جاية من هناك وبقول لك أن أنا تتفاجئت وجاية متفاجئة. من المستقبل والتفاجئ. بالصبت هي ذي الفكرة. فهو طبعاً هي بقى أفتقرت أنها لما تسمع الكلام هم هيبقوا لطاف معها جدا. ما تعرفش لا أنت لما تسمعي الكلام بي تتمكنوا زياد. أنه أخذ بالي من الأول أو حاجات. طبعاً فيه علامات. بس هي كانت منفضة. يعني بيئة زيادة. ما كانتش باينة أن الأب مسيطر في الخطوبة. ويعني ما طبيعي الرجل رجل. ما أنتو بتمشي. لا بس فيه فرق. أبو راجل. تتعزى المراتو ياريتمشي ولا إيه. لا بس فيه فرق بين حد. فيه تدخلات بتحصل من الخطوبة. فيه بنت تيجي تقولك إيه. لأنا عرفت أنه ابن أمه من الخطوبة ففكيت الخطوبة. طبعاً. بيبين فيه علامات للعلاقات التوكسك يعني. مش عايزة أقول توكسك دي عشان بقي الكلمة مستهلكة يعني. لا بس هي فهنا بتبقى سامة. لأنه هي بتقضي عليك نفسياً وجسدياً. وبتوصلي للمنفيدة اللي عارفة اللي هي متجوزة. ولا متطلقة ولا إيه. فهي توكسك. يعني هي سامة لأنها أسممت بدنها. ما فيش تاني. هو يحصلها إيه تاني. يعني أنت رأيك هتعمل إيه دلوقتي؟ زي ما قلت لك. أنا علي أن أقول أنا رأيي في اللي بيحصل إيه. أو ده هي. يعني أنت كمعالجة نفسية نفسية اللي تقولك إيه. لا وقفها أخديليك قرار. بيتنططوا عشان أخد لهم قرار. يعني عشان أقول دكتور وفايا يا جماعة اللي قالت لي أخد قرار. بيتنططوا عشان أخد لهم قرار ببرداش. بتقول لهم إيه؟ أقول لهم لا أنت اللي هتاخد القرار أنا وظفتي أساعدك فيه. طب ما أنا ممكن خليك تقول القرار من تحت لتحت وقولك أن أنت قرار؟ لا من تحت لتحت ليه؟ ما أنا بقول إيه بصي. علم النفس ده اسمه علم التفسير والتنبؤ والتحكم. يعني إحنا كمان من حقنا نتنبأ أو نقدر نتنبأ بمقال السلوك هيروح لي فيه؟ تنبأي. أنا بقولك إنهم مش هيتغيروا والبيد بتاع العيلة ده هيفضل بنفس السيستم. لما أنا ممكن إيه بقى زي سلفتي وشخصيتي زي سلفتي. ده فجأة؟ لأ مفيش حاجة سواء كده. هارجع بقى. هني بقى تقعد معاه في البيت. مخالبك هتطلع فجأة كده؟ لأ لازم تكون من البداية مساستمع البيت كله على النظام. هي منا مش هتعرف تعمل ده لأنه خلاص يعني إذا رجعت. أنا بس عايزة يعني ترجع لو رجعت ترجع بنظامها وبشرطها مش بشرطهم. هي وشطرتها وشطرت أهلها. بعد الضغط لوما بيعملوا دلوية ولا تأخذي حاجة ولا منك متجوزة المطلقة وماشيين يتكلموا عليهم في البلد. في ناس بتقبل. ما بتسيبش فمن واجع أو. طبعا. بتسيب خلاص في فجوة حسنا في جاب حصلت كده ما فيش فايدة خلاص. يعني إيه؟ بس حتى لو دخلنا حد من الكبار في البلد أو كده؟ لا يعني الكبار دول هيعملوا إيه؟ يدوا باباك المتين. مش هيصلوا مش هيصلحوا لا. لا يعني يدفعي أن أبوها هو اللي. هيشوفوا الحق على مين زي ما بيعملوا فيه أعداد بتتعملوا. والناس تدفع فلوس عشان تتغرم. طيب. تتغرم فلوس عشان لو حد شتم حد. لو حد الأدب على حد. بعدها بأرقام يا وفاق. طيب بس أهلاها هم الأولى يعملوا ده؟ أم أهلاها ما بيعملوش حاجة ليه؟ هم ممكن يكوه برضو عشان تجوز بنت سترة. اللي جوز بنته عندنا 17 سنة. أيما ده ضعف بقى يعني إحنا نضحي بيها. مش ضعف. إنتي عايزة تضل عادة كده يعني في الدنيا دي. يعني أنت تتفقى إيه؟ إنتي غير أن بنت تتجوز. 17 سنة. إنتي عايزة تشوف دنيا يعني. بعد كده تيجي تقول إيه اللي تختاره. لا عيب. لا ما يصحش. مش أخلاق. ما هيجي وقلت كده. هل كتازل بنت يعني تلف على حال شعرها. بعد كده تيجي تختار العريسه. مش عايزة تتعرفه الأول ولا إيه؟ لا أختار لها. لا أختار لها. لأن أنا شايف أنه عايز. قبل ما أدمرها تجبر. بعد ما أدمر لها حياتها كده. أجي أقول إيه بقى؟ خلاص كده بايبون. مش هتحمل المسؤولات حيك. أه طيب. ما هو الغلطة من البداية من الأب والأم. للأسف. لأنه هم مش وغدين موقف يعني قوي تجاه اللي بيحصل ده. رد فعله كان يستهل العمل ولما شاف المسجز أو الرسائل بينه وبين أختها؟ لا ده مهدل الدنيا. أه. لو لقيت أهلك مشتومين في المسجز مثلا. في البيت تعملوا تتكلموا مع بعض. ما هو كمان أهان. ما تمسح يا أشلي. إنتي ما بتتكلميش يا أشلي. أنا ده سؤالي. ما مسحتي يا أشلي. ما ترغبش لي بي حد هيشيك على تليفونها. طيب لو أي زوج كان شاف الموضوع ده يعني مش أقول محترم يعني عشان برضو ما تتخذش علينا. بس لو الزوج كان أي زوج يشوف المحادثة زي دي مثلا. بين مراته وأهلها. مفروض ده رد فعله من ايه؟ وهل هو أصلا دي حق أنه يشوف. حسب تربيته بقى. ما قالك إنتي. أنا باسأل السؤال وأنا مش رايفة أصلا أنت من حاجة نفتسك الموبايل. إلا لو أنا سمحت لك. أنا شايفة أن من حق كل واحد يكون له خصوصية. بس لما أنا حيب أفتحه أفتحه. لما أقول دلوقتي حالا أنت تفتيش مفاجئ هيتفتح. أنا مع الخصوصية. أنت مع الخصوصية. جدا. بس لأتي حالا هتفتح الموبايل. متلاقي ما فهم إيه؟ طب ما إحنا كده كده هنسيب بعض أفتحه ليه؟ ما مش فارقة نسيب بعضه خلالا. يعني ما ينفعش حالا يفتح موبايلها؟ لا أنا بشوفي أنت بيعمل مشاكل. ما تنكوشيش بلاش ناكشي. كل واحد دي. وتعمل أنت بمشاكل. يعني أنت تعمل المشاكل هنا ليه؟ ما أقوله؟ أصلي الزوجة لو زوجها بيعمل أي حاجة هي هتعرف. خلينا متفقين أننا بنعرف كل حاجة. طب إحساسي ما بيخيبني شي. طب إنتي شايف أنه طبيعي أنه كان يأخذ منها الموبايل. لا أسبوعين مش هتشوفي أهلك. لا هي. أنا برضو أقولك هي عيلة صغيرة؟ آه هي عيلة صغيرة. أيوه هي 17 سنة أيوة؟ فهي الغلطة أنها تجوزت في السنة. ده أنني مش عارفة حقوقها ومش عارفة إيه المفروضة. هي ما قلتش عنده كم سنة ليه صحية؟ لا ما قلتش عنده كم سنة. بس بتهايلي أن فرق السنة ممكن يبقى مناسب يعني. على أساس أنه. على أنه يضرب من بابا والغاية دلوقتي. لا أستطيع دعوة بالسنة. أو آخر شيء تنصحي أهل وفاة بإيه؟ أهل وفاة أهل منا تخيّلي. وفاة خلاص أنت. خلاص أني بشرتي علي. يا جماعة الجواز بقى بيتعرف الشيء لما لازم نأخذ القرآن. ونصحي كلمة وفاة أهل منا ينصحيهم بإيه؟ أهل منا يأخذوا موقف ويقفوا في ظهرها ويسندوها. هي الملهج غيرهم وهم بصراحة أخطأوا في هذا. يعني ده خطأ. مش هنقعد نختلف. ولا ننشف شوية بقى وناخد قرارات جد بقى. ناخد قرار. والله إذا هترجع بشرطها مفيش تدخل. أهل يجيبولي اللي هم عاوزين أنتم ملكوش دعوة. جوزها هيحترم نفسه وفتقوه تصرفاته. تبقى متزنة وجوزها مش متزن على فكرة نهائي. خلاص ترجع. هل بقى بيت العيلة هيرضوا بالسيستم ده؟ هتقدر تمشي بيت العيلة على مزيجك أنت؟ ده بقى تسأل فيه منا. طب دلوقتي يعني أنا بقولك أنه عند أسأل. إنت قلتي منا قلتي خلاص منا تعمل إيه؟ يعني بما معناه. دلوقتي هما سيبنا متعلقين. ما تنتزعيش مني يا. ما أنت يعني وضحتي. تحاوليش تنتزعي مني. وضحتي كده وفاق قلتي. لو هي تستحمل ولا لا. فإحنا خلاص برامينا الكرف والعباء. بس. بس إحنا وضحنا. يعني قلنا بقى حتى أنا برضو إيه رأيه بقى كده. قلتي من تحت من تحت من تحت. أه أنا من تحت من تحت. طب دلوقتي بقى هسألك. إنه هما ولا كلمونا ولا عبرونا بالبلد دي كده. إيه رد فعلنا. إحنا مفروض أهل يعني منا يعملوا إيه دلوقتي. أهل أهل واحدة قاعدة في البيت. عالمتضرر اللجوء للقضاء. لا معقولة. أهل ما بيبقى بصي فيه انفصال بالشكل ده. اللي بيزهق الأول هو اللي بيكلم من الطرف التين. يعني إيه اللي بيزهق؟ يعني المتضرر من القاعدة دي والانفصال ده هو اللي بيكلم. أكيد ببينت هتبقى دايما طول عمرها. طيب يبقى هي الشرقي الراجل لي حقوق أكتر. هو ممكن يتجاوز وهي قاعدة كده يعني عادي. هو ممكن يتجاوز وهي قاعدة كده يعني عادي. هتتكلم علي. أنا بجنب الدين. يعني مش بقول إن الاتنين أصلاً الاتنين عند ربنا سواسية. يعني بأتكلم لو أنا في مجتمع شرقي أنا اللي خسرانا مليون في المينة. طيب يبقى هي اللي هتتكلم وتشوف هم عاوزين إيه. وبعدين بصي. هم عايزين إيه؟ بصي. هم اللي عايزين إيه؟ أيوة. ده اللي كان السيستم اللي كان ماشي من الأول. أصلي بصي. هي طول الوقت مستقبلة لتصرفات أهل الزوم. هي طول الوقت بتعمل كده بتاخدش أكشن ولا أهلها. أهلها ما بياخدوش أكشن ما بيدفعوش عنها. واللي هم بيعملوا كده عشان يطهقوهم. وإنهم خلاص بصوا ما لهاش حقوق. وتبري نفسها وانطلقها. لا بصي بصي البيع يعني. بصي البيع أنا عايز بس سلفة نظر منا برضو. الحكاية إن يعني إحنا يلا مش هتاخد حقوقها. يعني بصي بيتكلموا في طلاق. في انفصال. مش بيلام والدانية. مش مسام. شاكي بسخن. أخ من لي كنت يا أخ؟ أنا هاختب الحلقة بسرعة. أنا هاختب وارجع على لم الموضوع بسرعة. نورتيني والله يا دكتور وفا. بسي جدا يا تني. ومسوط بجد والكلام معيك وموضوع حلو جدا. تانكيو حبيبتي نورتينيو على راسي. تانكيو. استنونا بعد الفاصل. واستنونا يا منا. هنتكلم معك كلام وقرر لك يا أنت في الآخر. استنونا. اشتركوا في القناة.